محاولة متكررة لكنها يأسة تبذلها الطبقة السياسية للتعامل مع ثورة العراقيين والالتفاف على مطالبهم التي باتت واضحة للجميع وفي هذا السياق صوت مجلس النواب على قانون جديد لمفوضية الانتخابات يقضي بإنهاء عمل المفوضية الحالية واستبدالها بمفوضية جديدة من القضاة في محاولة لاسترضاء المتظاهرين الذين يرفضون استمرار مفوضية الانتخابات لكن ضمن عملية رفض شاملة للنظام الفاسد بكل مؤسساته ووفقا لمصادر برلمانية فإن القانون الجديد غير آلية اختيار مجلس المفوضين الذين كان يتم اختيارهم في السابق من قبل مجلس الوزراء ثم يتم التصويت عليهم في البرلمان وأكدت للمصادر أن الآلية الجديدة تقضي بأن تتكون مفوضية الانتخابات الجديدة من تسعة أعضاء يتم اختيار خمسة منهم من قبل مجلس القضاء الأعلى في بغداد مع مراعاة التوزيع المناطقي ويتم اختيار اثنين آخرين من قبل مجلس القضاء في كردستان العراق واثنين آخرين يرشحهما ما يسمى مجلس الدولة الاتحادي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعلن خلال جلسة التصويت على قانون مفوضية الانتخابات أنه بمجرد التصويت على القانون فإن المفوضية الحالية تعتبر منحلة وسيتم إحالة أعضاء مجلسها ومديريها إلى التقاعد مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانون الانتخابات الجديد ناشطون في تظاهرات ساحة التحرير سارعوا إلى التعبير عن رفضهم لهذه الخطوة التي عدوها التفافا جديدا على مطالب المتظاهرين مؤكدين أن مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة هما مجلسان يؤسسا على المحاصصة وبالنتيجة فإن المفوضية الجديدة ستكون قائمة على أساس حصص الأحزاب من القضاة ودليل ذلك تأكيد القانون على العدالة بين المناطق المتظاهرون أكدوا عدم ثقتهم بأي إجراءات تصدر عن البرلمان والحكومة لأنهما فقداء الشرعية بنظر الشعب مضحين أن ساحات الاعتصام والتظاهر هي الأحق باقتراح شكل النظام السياسي الذي يأمن العراقيون الوصول إليه فور طي صفحة النظام الحالي بكل كوارثه ومآسيه وبعد تقديم المسؤولين عن الجرائم للعدالة